السلام عليكم أخبركم أيضا ورين دائما معايا هنا بسعب بيكم في كل وقت وفي كل أولان يا مرحب يا مرحب يا أهل بميني شارك معايا دائما في سعادة من وجودكم شوفوا بقى الحقيقة أنه فكرة السطر الله سبحانه وتعالى أمر يجب أن نكونه دائما لكن نزداد الآن في هذه اللحظة بعد الإصابات الكثيرة والمتوقع أن تكون أكثر خير الفترة القادمة أو الساعات القليلة القادمة في المنتخب المصري إصابات إيه؟ الحمد لله إنها كورونا يا راجل أه الحمد لله صحيح إن كورونا مرض مزعج لكن الرياضيين بيتعادروا يتعاملوا معايا ثم نلعب معظمها إلا بيكم كلها واخدين اللقاح فبتبقى فترة بسيطة وبيرجعوا تاني ليه بقولك كده؟ بقولك كده لأنه النهاردة أعلن عن إصابة عدد لا بأس به من العناصر الموجودة في المنتخب المواصر المتواجه إلى الكاميرا زي مين يا أستاذ شادي؟ شوف يا فترة محمد أبو جبل حظوحش لمرة تانية على فكرة ويه بعدين الحضرش ويه محمود حسن مين محمود حسن ده؟ ده بقى بالنسبة لنا أهم واحد في كل اللي فاته دول ليه؟ لأنه ده عامل المهمات اللي هو بسموه غرف اللبس ده اللي بيتوصل بشكل يومي ودائم مع اللعيبة تمام؟ هذه واحد دكتور التأهيل مصطفى صادق ودكتور مصطفى كان مصاب من الأبن المعسكر فما دخلش ومحمد صلاح المدير الإداري اللي لسه رجع من الكاميرون تمام؟ وعلي محمد علي الإداري برضو بتاع الفريق المساعد بتاع محمد صلاح وجرارد مور للايه؟ محالي للايه الأداء وجرارد ومصطفى صادق للأمانة مدخلوش من الأول لكن أبو جبل والحضري ومحمود حسن ومحمد صلاح وعلي محمد علي هؤلاء كانوا موجودين في المعسكر المفاجأة في إيه؟ إنه بعد ما حصل الحكاية دي والموضوع ده قرر قيروش إنه هو يستدعي السلاسي اللي كانش راضي يضموا الفترة اللي فترهم وضربوا مع مؤنديدكم وما سألش عنهم من أساسه شوف رب الله سبحانه وتعالى له حكم برضو إيه الحكمة بقى؟ إنه هو ما جاء يستدعيهم لقى إن إبراهيم عادل ما تعمله الفحص بتاع كورونا تلعنده كورونا وإن محمود حمدي الباك بتاع بيرامدز طلع مصاف الركبة وما يقدرش يكمل الفترة دي من أساسه مين اللي جاي؟ الكلام كله إنه مرار حمدي هو اللي رايح طبعا العالم كله دلوقتي مضروب بكورونا يعني ويقولي المنتخبات الأفريقية مضروبة بكورونا لكن كله يشفى إن شاء الله تعالى لكن ليه بقول بقى محمود حسن هو المشكلة؟ تعامله مع الجهاز تعامله مع اللعيبة ويقال إنه من الجائز يبقى فيه واحد أو اثنين أو ثلاثة من اللعيبة لكن المسحة الأخيرة دي اللي أظهرت موضوع أبو جبل والحضري اللي عباء كله سليم الحمد لله نتمنى إحنا مش عايزين أكتر من كده إن الخير يبقى عم المنتخب ونبقى بقى نركز فيه الملعب ونركز فيه الإصابات وكورونا وابتاعه محمد أبو جبل وعسام الحضري كتبوا على صفحتهم إنهم عائدون إلى المنتخب أول ما يشفوا إن شاء الله البعض بيقول إنه يوم الخميس الجاي إن شاء الله تعالى يبقوا هناك في الكاميروت يعني يقل من أسبوع أو أسبوع إن شاء الله إن شاء الله كل يبقى ناك وهم عشان موضوع بقى كمان عسام الحضري صعب إن كنت ما يبقاش فيه مدارب حراس مرمى فاستدعوا الكابتل طريق سليمان مدارب حراس مرمى متخب الونبي والنادي الأهل السابق وكمان إما محمد صلاح ومساعده علي محمد علي جالهم الكورونا تم استدعاء الأستاذ شعبان بسطاوي مدير علاقات العامة في الاتحاد الكورة وعمر سلمان المدير الإداري أو إداري متخب الصلاة شعبان بسطاوي دوت هو والد أحمد شعبان محل الأداء ومترجم نادي الزبالك المهم كورونا تطرد المنتخب نتمنى إن المنتخب يعني إيه سات ربنا يحرصه ويمنع عنه أي مشاكل نروح بقى للزمالك أبدأ معكم بالانتخابات شوفوا خلاص الانتخابات يوم 11 فبراير هذا أمر أصبح لا نقاش فيه انتخابات نادي الزبالك مكونة من أو مجلسات نادي الزبالك مكونة من رئيس نائب أمين صندوق 6 أعضاء فوق السن 3 أعضاء تحت السن النادي الأهل هتقول لي طب ما الأهل مش كده ويسموحها مش كده والاتحاد مش كده صحيح لأنه عاملوا واقعهم الخاصة اللواقع الخاصة بتاعته منه 7 فوق السن و 2 تحت السن الزبالك لأنه على اللايحة الاسترشادية اللايحة الاسترشادية بتقول أنه 3 الكبار اللي هو رئيسه نائب وأمين صندوق و 6 أعضاء فوق السن و 3 تحت السن مكتر الشباب المهم في محاولات دلوقتي من المرشحين مع وزير الشاب ورياضة بيتواصلوا معاه وبيحاولوا يقنعوه يتواصل مع المستشار المرتضى منصور عشان إيبقاه لأنهم عايزين بعد ما يطلع الأسامي بشكل نهائي من اللجنة المنبية لكل منتظر الأسماء يعني القيمة النهائية للمرشحين في نادي الزبالك اللي هي بيعتمد من الجهة الإدارية واللجنة المنبية المصرية على أساسها يبدأوا عاوزين يعملوا دعيته المستشار المرتضى رافض تماما الموضوع ده وبيقول لا مش عاوي الزعم مش المفروض وعلى الكل علي أنا كمرضى مصور وغيري ما فيش ندوات ما فيش لقاءات ما فيش حوارات وبعدين يعني بعد ما أولح عليه يعني من البعض وخصوصا من تحت السن بدأ يتجه أنه يعمل زي قاعة كده يبقى فيها فيديوهات لكل مرشح عطاها يتكلم في فيديو في عدد دعاية معينة يشرح فيها العضو التفاصيل اللي هو عاوز لكن ما زال الأعضاء عاوزين يلتقوا وجه الوجه مع الأعضاء مع أعضاء جميعهم ومن ثم بيحاولوا يتواصلوا مع الوزير شاب ورياضة ليضغط ليقنع ليقرر أيها كده الصياغة الكلام وجهة نظرة هي إقناعة مش ضغط للو كان يلغط كان ضغط من الأول هو هيحاول يتواصل مع المستشار المرتضى ويقنعه بفكرة الندوات وفكرة الأمور دي كلها عشان الكل السواسية ومحدش يقول أصو حد منعني أصو مش عارفه هو الوزير بيحاول بشطة طرق أن الأمور تمشي في سلاسة ويسر يعني في اتخابات نادي الزمالك وعشان كده أعتقد أنه هتواصل مع المستشار المرتضى لإقناعه بالطلب منه بفكرة أنه يسمح للمرشحين بندوات داخل نادي الزمالك ومحددة وفي مكان محدد ومكان مفتوحة وفي مواعيد محددة وعشان ما حد ويبقى القايمة لها يوم بتاعة الكابت الأحمد سلمان وقايمة المستشار المرتضى لها يوم والمستقلين لهم يوم عشان ما يحصلش تضاد وتضارب بين الناس يعني ويحصل مشاكل هنا ولا من هنا دي كلها موضوعات بتدرس الآن في وزارة الشباب وبعدين هيبدأوا يكلموا فيها المستشار المرتضى ما نشوف هل سيوافق المستشار المرتضى ولا لأ فكرة انه هالم الحقهم في الفعل عمل ندواته ولا دي كلها حسب اللاحة للسرشادية وما نشوف الأمور هتبقى ماشية ازاي في الفترة دي لكن ما اعتقدش ان المستشار المرتضى هيرفض طلب الوزير لو طلبه يعني لو وزير طلب هذا الأمر هيوافق لو ما طلبش هيتنيزة ما هو بقراره مش هغيره يعني دي وجهة نظر الله أعلى وأعلم اللي هيبر ايه الفترة اللي جاية طبعا الكل في نفس الوقت مهتم انه يعرف ايه مين هم المرشحين النهائين الحقيقة هي انه في معادة المفروض انا معرفش ان معادة قانوني امتى لإعلان الأسامة النهائية انتخابات نادي الزمالك امكان البعض يشير الى انه ممكن الكابتن جمال عم حميد ممكن ما يبقاش متواجد ليه يا جماعة ممكن ما يبقاش متواجد حسب الكلام برضو المتداول على اعتبار انه كان لفترة قليلة بسيطة اقل من شهر كان متواجد كموظف في نادي الزمالك والليحة الاسترشادية تمنع ان يكون فيه موظف في النادي ايام كان مهمته ايه طبعا بياخد راتب يعني او كمان احتمال يكون له متطوع ما ينفعش يرشح نفسه في انتخابات النادي ومجلس ادارته الا بعد مرور عام اتناشر شهر من رحيله عن منصبه فالحقيقة انه كمت جمال حميد لم يرحل الا من اقل من نسبوعين هل اللايحة تتطبق على هذا الامر ولا ممكن يبقى فيه تخريجة معينة كل الامور هتبقى في الانتظار الكل ينتظر قرار اللجلة الولمبية في اختيار واعتماد اسماء المجلس ادارة او يعني المرشحين لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك التي سوف تجر انتخاباته ان شاء الله تعالى يوم حداشر اتنين ومنسمى لسه النهاردة سبعة اجازاته بتاعه والبكرة يعني على يوم تمانية تسعة يعلن الاسماء وبتيب فيه تلاتين يوم قبل الانتخابات يبقى خلاص اتعرف بقى واللي عاوز يروح يشتكي اللي عاوز يروح يعمل اللي عاوز يعمل ايه يطعم زي ما يحب يعني يكون في وقت يعني الكل انه هو يعمل اللي هو عايزه من المفاجآت بالنسبة لي فكرة انه فيه لعيبة عاوزة تمشي من الزمانك في يناير والحكاية دي مزعلاني بصراحة قوي خصوصا انه كمان لو لعب زي يعني مثلا لو فيه حداشر لعب من اللي هم اليوم حداشر واحد من حقهم يمشوا في يوقعوا في يناير فممكن نمشيهم طب شماشوا حداشر يعني لكن ان حد يمجدد عقده والامور مستتبة والكل فرحان بي وسعيب بي ويتعامل معه بيعتوره نجم نجوم النادي ويتعاملوا معه بمحبة شديدة وجمهور الزمانك يعني واخده بالأحطان ويت بحاول زي يمشي بيدي حاجة غريبة جدا وممكن نبحث فيها عن الأسباب هل موضوع مقابل مادي هل يعني هو بيخلش بموث في الزمانك معرفش الامور ماشية زي لكن أحمد سيد زيزو واعتقد ان ورا الموضوع ده مو طالب من الزمانك انه يرحل في يناير في الحال عنده عرض بيقول انه عرضه قوي ماليا له لأخونا أحمد يعني من أهل جدة السعودي وبهو عاوز بيفكر يروح يعني أنا ما اعتقدش انت عارفين انه بعد الموسم الاول من الزمانك يبقى يسر بعد الموسم الاول في عقد أخونا أحمد سيد زيزو يحق له الرحيل عن نادي زيزو بعد دفع 42 مليون ونص بالدولار الحالي يعني حوالي 2 مليون دولار تمام حلا حسب بقولي عام 40 مليون جنيه لكن امتى بعد نادي الموسم الاول ومن ثم عشان يرحل في يناير زي ما هو عايز ليه مرحل لسبيل العرب او يرحل بشكل هاي بموافقة مين موافقة الامار واللي انتو عارفين طبعا انه امير توصل معاه عشان يغير الشرط الجزائي موضوع يلغي الشرط الجزائي ده لكنه رفض وقال لا انا مش هنغير الوالد ابوي يعني في الغالب قال مش هنغير حاجة وانتين ونص وينظر لو جلنا عقد بالشكل ده بنا يحكم ومش هنغير ومن ثم بدأت الاقويل تكثر وتكثر وتكثر عن فكرة انه احمد سيد زيزو عاوز يروح اهلي جد او عاوز يحترق في يناير طبعا بلا قاتنا شك وانا مغمض عيني كده ارفع النظر انا مغمض عيني بالظب ادارة الزمالك سترفض هذا الطلب لانه تأمل ادارة الزمالك سواء اللي موجودة دلوقتي اللي تتأمل انها تنجح في الانتخابات او حتى مجلس دارة لو في مجلس دارة تاني مختلف جه عاوز ايه عاوز ياخد بطول افريقيا وياخد الدور بعدين حلها حلالي عام فلاية الموسم فبالتالي والزمالك عنده يقاف قيد ففكرة ان الزمالك يوافع على ان اي ان حد يرحل كده وياخد بعض ويمشي مهما كانت الظروف وخصوصا من الشرط الجزائي لايوفع على الان يبقى مستحيل وده اللي يازي يقبلغ به في الغالب والد احمد سيد زيزو الامر ده انساه في يناير وهم يأملون ان الفترة اللي جاي يقدروا يقنعوا الابن بتغيير العقود وتغيير او الغاء شرط الجزائي يعملوا ملحق بإلغاء الشرط الجزائي امكان ينفع يعني او يعملوا عقد جديد اي امكانت الصياغ اللي ممكن يعملوها عشان يحلوا المشكلة للشرط الجزائي اللي ما عزيزو او يرفعوا خلطه اكتر يخلو خمسة مليون دولار مثلا ولا حاجة بدل الاثنين ونص مليون ويبقى اثنين ونص مليون بعد السنة اللي السنة التانية مليون انا بصراحة للامانة المرة التانية وكرر ان انا بجد بزعل جدا من اللعيبة اللي بيفكروا التفكير ده في الظروف اللي فيها الزمالك زمالك كبر اللعيبة وجمهوري الزمالك ويف ودعم اللعيبة اتمنى ان احمد سيزيزو ويبقى القويل دي غلط يارب اكون غلط انا احب في الموضوع ده غلط بالذات يعني عشان اتمنى الاستقرار للزمالك والهدوء وان اللعيبة تركز في اللي جاي لان اللي جاي صعب ومهم صعب ومهم الغياب عن تتويج الافريقي موجود 20 سنة صعب والحصول على هذه البطولة مهم يجوز بعد الحصول على البطولة يعني يبقى فيه امور اخر لكن في اللحظة دي الشك ان يكون في حد يوافق اباتاتا على فكرة ان يرحل احد الان يرحل لعب الزمالك ايا كان اسم اللاعب ده حتى ولو مضى امبارح للاهش مفيش حاية تاني مفيش ملاقش خلاص في نفس الوقت اللي عجبني يعني انه ادارة الزمالك الحالية بالرئيس الاسد مرتضى منصور بتل اشتغل على استراتيجي الموسم الجديد خلاص انتوا بعد اقل من ثلاثة سبيع يقف القيد بتاع الزمالك انتهى ومن حق زمالك يوقع مع اي لعب ويبقى جاهز للموسم الجديد يعني ان شاء الله ومن ثم هما بدأوا يشتغلوا عن الموضوع ده وامير مرتضى بدأ يشتغل الحكاية ده اللي عرفتو والله هو اعلى واعلم انه ايمن احمد ايمن منصور من الاسماء اللي ادارة الزمالك عايزها الموسم الجديد مساك وزيك عنده ازمة في المساكين وباك شمال يقدر اكثر من لعب يطلق عليه انه هو بكتر من روح بروحين ثلاثة فاحمد منصور احمد ايمن منصور باك شمال وبسك ادي روحين حلوين فهو بدأوا يتواصلوا معاه عشان ما يوقعش الحد يعني ما يوقعش لا يوقع لبراميدز ما يوقعش البراميدز عتبار انه عقد انتهر اخر وبقى حر زي الـ 11 لعب تعيش زمانك ولا يوقع للنادي الاحج لبداية الموسم الجديد لانه برضو سمعوا ان النادي الاهلي بيفكر في احمد ايمن منصور وبش بس كده كمان ادارة الزمانك تواصلت مع الكابتن ايمن منصور شخصي اللي هو حاليا عضو مجلس ادارة نادي فيوتشر على انه يقنع احمد ايمن انه هو ما يوقعش لاي نادي وينتظن لزيك مع وعد ان نادي الزمانك سيعطيه عقدا جيدا ومميزا يليق به وهتعامله معاه بيعتبره احد ابناء نادي الزمانك تعفين احمد من قطاع الناشي في نادي الزمانك لك انه رحل في فترات كده حاجة شبه حساب وفصل يعني ويعود الان اهو او الزمانك يرغب في عودته يعني ومنسمى تواصله معاه وتواصله مع الوالد السوبر ايمن منصور عشان انه يبقى اللاعب احمد ايمن منصور متواجد في الزمانك في دهاية الموسم وده يزبط انه فكرة انه ده اللي يعجبني يعني ان امير بيتعامل باعتباره انه فائز وبيتعامل باعتبار المستشمر ده هيفوز يعني ويعني في نفس الوقت ان برضو مصلحة الزمانك ان احنا نغفر بداء المهم فانتواصل معاه ودي حاجة كويسة جدا على فكرة وتحترم ودليل رغبة في النجاح ومش بس كده مش بس كده في كلام انه المستشمر مرتدى منصور شخصيا تدخل مش امير بقى مستشار مرتدى منصور شخصيا تدخل في موضوع مهند لشين مهند يعني في كلام كبير قوي انه بيرامدز عايزه وهو بقى حر ويعاوز ويمكن يرحل ويمكن يرحل في يناير ده لبيرامدز لكن اللي حصل حسب ما فهمنا انه الناس اقنعت المستشار مرتدى بفكرة انه يتواصل مع ادارة طلاعي الجيش عشان يقول لهم لا احنا عايزين اللعب ومش عاوز انكو استخدم علاقاته يعني المفروض بيهم عشان يقنعهم انهم ما يبعوش مهند لشين في السلطة وشهور دول المعه للنادي بيرامز وفي نفس الوقت اللي عرفنا برضو ان امير مرتدى تواصل مع مهند لشين في معسكر المنتخب وموجود مع المنتخب ومسافر ان شاء الله برضو عشان يقول له احنا محتاجينك في الزمالك في الفترة اللي جاي والحقيقة ان المهند كان قريب من الزمالك الموسم اللي فات وده حاجة لاجت انا فيها واحمد عيمن منصور نفسه اعترف انه كان قريب ووقع للنادي الزمالك الفترة بس موضوع القف القيد هو اللي اجل كل هذه المشروعات لكن مهند كان موجود في الصورة وكان طلبه بالاسم كارتيرون في نهاية الموسم وكان طالب احمد عيمن منصور ومن ثم اللي اتنين دول الزمالك بيسعى اليهم انه ينهي ما لم يستطع ان يفعله في الصيف ليه ان الصيف كان فيه عقوبة الاقاف فدلوقتي بس بدأ فيه اغراءات مهند راح المنتخب وزار بشكل جيد وبراملز كان عندهم قبل كده هم ماشوه فحاوزين يرجعوه واحمد عيمن منصور ماشي من ببراملز والقالي كان بفكر فيه وقال لك هو لفسه اعترف انه كان هيروح الاهلي لو لو جاله وصبت الروحات الصليبة وقال انه ماخدوش وباعترف انه بقع للزمالك لكن لم يتم تفعيل عقد عشان الزمالك كان عنده يقاف القد احمد ايمن ومنسمى الصفقتين دول مهمتين جدا انا باعتبرهم واعتبر مهند مهم يعني بنسبة لتفوق المئة في المئة ومش بس مهند برضو انه يبقى فيه دونجة برضو ده يبقى عندي مهند ودونجة وطارق حامد وامام عشور بسم الله م شاء الله بسم الله م شاء الله يعني عندي خط وسط يعني ايه يخوف ومنسمى ده اللي بيفكر فيه دلوقتي المستشار مرتضى وامير مرتضى في انهم يعملوا يتعقدوا مع اللاعبين دي بعد شهر فبراير يعني يكون اللي قاف خلص بتاع الزمالك ويلقعوا مع اللاعبة ويكون كل الامور بقت اكثر وضوحة فيما يخص الادارة لكن الحقيقة انا لازم نحي التفكير والاختيارات بتاعة اللاعبة احمد عيمان زي قلتلكم بروحين مهند لشين مستقبل خط الوسط دلوقتي وطارق حامد بقى عنده 32 سنة خلاص بيجبر يبقى موسم ولا 2 فمن المحتاجين ان يبقى فيه حد برضو متواجد جنب طارق ويلعب مع طارق عشان يتشبع من طارق ويتعلم من طارق ويفهم من طارق حتى ولو كان مهند لشين طلع البعض حور كلامه وفي حكاية ان انا احسن من طارق دي تمام لكن الحقيقة ان مهند لعب ارقامه مميزة جدا ومتطور ويتطور اكتر واكتر في نادي الزمالك لكن ان شاء الله توفق الزمالك في ان هو يقنع اللاعب ويقنع ادارة الطلاق بعدم بيعه لبرامنز وفي ناس الوقت يوفق اذا ربنا ازن وده الاقرب انه برضو يقنع عيمان احمد احمد ايو منصور ووالده بعدم التوقيع لعي نادي اخر والانتظار للادي الزمالك والتوقيع معهم عشان ينضموا في الموسم الجديد ان شاء الله ويستمروا سواء احمد ايو منصور في البرامنز حتى نهاية الموسم ومهند الاشي في طريق الجيش حتى نهاية الموسم اشوفكم على خير في اللي جاي ان شاء الله وربنا يكرمنا جميعا ودايما تكونوا في الف خير